موسيقى صباح الخير أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج أشتر ماما وسط كل الأحداث المؤلمة اللي بنعيشها وبنشاهدها على الشاشات بنكون مش عارفين تأثير الأحداث على أولادنا وإزاي نتعامل في المواقف دي خاصة لو كان سنهم صغير أو كان طفل حساس عشان كده كان لازم تكون معنا النهاردة الدكتورة شايماء هلال استشاري علم النفس التربوي ومحلل السلوك الدولي المعتمد أهلا بيك يا دكتورة صباح الخير يعني صباح إزاي حضرتك الحمد لله الحمد لله إحنا عايزين نعرف أحداث غزة أثرت في أولادنا إزاي الأول يعني مدام حنقول غزة يبقى تحية لكل أم شهيد ونحسبهم عند ربنا كده إن شاء الله في الجنة ولازم يعرفوا إن إحنا قلوبنا معاهم وعقولنا معاهم وحقيقي هما كانوا صحوة صحوة لنا وصحوة للعالم صحيح ولازم يكونوا صحوة لبيوتنا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله غزة لا أنا في حالة انبهار بقى لي فترة طبعا مع كل الأسن اللي بيحصلوا والأحداث اللي حصلة والمشاهد والفيديو اللي بنشوفها والاعتداءات الرهيبة اللي بنسمع عنها وبنشوفها في كل مكان إلى إن الحقيقة يعني أحققها للحق تضامن الشباب مع القضية وردود أفعالهم اللي يام دي ما خليني أنا مبهورة إحنا كتربويين وفي المجال متخصصين كنا مش مش هقول فقدنا الأمل ولكن كان نظرتنا فيها كتير من الخوف على الجيل ده جيل اللي من أول 16-17 لحد منتصف العشرينات كنت أنا متخيلة إنه جيل شوية هوائي أكتر من اللي باين دلوقتي مرايح دماغه ومكبر دماغه لا أنا أنا بشوف دلوقتي تكاتف من الشباب ومن المراهقين حقيقي أنا يعني خلاني عدت النظر خلاني عدت النظر في حياتنا معهم وفي نظرتنا ليهم إنه هم جيل يتخاف عليهم لا 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 هم جيل جيل واعي حسيت أن جيل واعي أنا حسيت بالوعي حسيت بالانتماء حسيت بإن الأولاد حبيبي محتاجين قضية يتجمعوا عليها كنا بنشوف ده في مطشط الكورة كنا بنشوف ده لما مصر تلعب في النهائيات إذا كان كاسعالم أو أفريقيا أو كده لما في النهائيات كنا بنشوف ولكن كان برضو كتربويين كنا بنرجع الموقف لكورة وبردو دماغ الشباب لكن قضية بالحجم ده ووعي بالحجم ده وتيك توكس وصور وفيديوهات ودعم بكل الطرق من الشباب ده خلاني يفتح عيني على لأجيل واعي متفتح ناضج ده خلاني بدل ما نخاف عليه نفكر تفكير تاني أنا إزاي أستثمر الولاد دول يعني أنا إزاي أستثمر فيهم وأنمي فيهم روح الانتماء دي إزاي أخدها وإزاي إن الولاد بوعيهم ده إزاي نستثمر ده وإزاي نزوده وإزاي نقلبه لصالحهم ونصالح مجتمعاتهم فده حقيقي اللي غير يعني أنا أنا بقالي فترة في حقيقي نظرتي مختلفة تماما لهذا الجيل أصدر حضرتك يعني ما كنتش متخيلا الوعي بالطريقة دي ودلوقتي عايزة تستثمريه في حاجة تانية آه وعي وعي الولاد الصغيرين وعي اللي 14 و15 و16 كنت فكرهم منسقين وراء سوشيل ميديا ووراء حاجات فرغة بس ووراء ودايما بنحارب سلوكهم ودايما بنعدل تفكيرهم لأ هم اللي اكتشفت أن هم حبيبي محتاجين قضية يعني محتاجين عشان يظهروا أو يتعاملوا فيها بالضبط علشان وعيهم ده يعني يبان ويظهر لأ هم شخصياتهم جميلة ووعيهم متوقد وإدراكهم لتفاصيل وطريقة نقاشهم مبهراني بصراحة حسكية دكتورة زي ما كنا بنقول في الحلقات قبل كده نعم أسكية برضو متطورين يعني التكنولوجيا مخليهم متطورين عن نفس السن ده في جيل قبل كده الزمان مهم التطور في كل المجالات لكي لما تكون قضية كده ولاقي في أولاد بتحرص على المقطعة كده ولاقي في أبنات في سن المراهقة بتحرص على أن الفيديوز دي ونلم دعم منين لا هنا في حاجة كويسة ممكن أستغلها طبعا أصدى حضرتك برضو كده أن إحنا ممكن نعيد نظر في طريق تربياتنا ليهم بصي أنا النهار ده لما اخترنا الموضوع ده اللي عجبني فيه أنه إحنا لازم نرجع نفسنا كتربويين إحنا أولوياتنا إيه؟ يعني إحنا أنا أم دلوقتي أولويات إيه؟ أنا عايزة ابني ناجح وصالح ومتفوق ورياضي وكله تمام لا أنا مش عايزة صالح أنا عايزة مصلح ده 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 معنى جميل قوي معنى جميل قوي أن يبقى مصلح مش صالح أه لأنه لما تشوفي أنت لما تشوفي الأطفال في غزة بيقولوا إيه ويقينهم عامل إزاي وتربيتهم عاملة إزاي ما تحسيش أن إحنا أولادنا جاهزين للمواقف اللي زي دي خالص فإحنا محتاجين نرتب أولوياتنا إحنا يومنا مشحون ومضغوط جدا طب إيه يجي في الأهم وبعدين إيه المهم إيه لو داءت بي الدنيا أو لو داء يومي إيه هتمسك بيه قولا واحدا اللي لازم يحصل وإيه اللي لأ إيه اللي ممكن يتأجل وممكن أتغفل عنه وإيه اللي لازم أهتم بيه قوي فأنا حسة إنه إحنا أولاد غزة وأحداث فلسطين الحقيقة حركت جوه التربويين تفكير مختلف عن تربي يعني ترتيب أولويات الأمهات أو ترتيب أولويات التربية لازم يكون إزاي مع الأولاد مع الأطفال لازم يكون إيه المهم وإيه الأهم عصد حقيقة نبتدي المهم فالأهم لا الأهم الأول الأهم فالمهم عصد الأهم الأول وبعدين ندخل على الحاجات المهمة لكن إيه هو بقى الأهم يعني إحنا دلوقتي محتاجين نعرف إيه هو الأهم هل الهومورك أهم ولا مثلا تمرين الرياضة ده ممكن نتكلم فيه إحنا اكتشفنا إن إحنا متغفلين عن حتة العقيدة شوية عقيدة الدين بصرف النظر هو دين إسلامي أو دين مسيحي هو إحنا عقيدتنا الدينية كلنا معظم الأمهات عندها جزء في الأسبوع حلقة القرآن دي حقيقة يعني معظم الأمهات هو بيحفظ الولد فبصت لقيه بيروح التمرين أربع أيام وكل مرة بيقعد فيها أربع ساعات في التمرين وتحفظ القرآن مثلا ممكن يقعد فيه ساعة وقت عقل فده معناه إن أنا مهتمة وأنا أم صالحة وأم جيدة وأنا مش باجي على الأمهات أنا بكلمهم وبكلم نفسي يعني أنا أحداث غزة غيرت فهمنا التربوي كله أنا بكلمهم وبكلم نفسي علشان أنا بحب أكلم الأمهات أكيد الأمهات خدعوا لأسلوبي أنا تطبيقية شوية وعمليها شوية وببعد عن التنظير بجري منه يعني مش بحب أتكلم نظري لا أنا بكلم من وقع الأمهات وبكلم دايما بالتطبيق العملي إحنا اهتمامنا بعقيدة الأطفال ويقنهم وتمسكهم بدينهم قليل ومحتاجين نزود دا شوية عصد حقيقي إن إحنا لو أصلحنا الدين كل حاجة هتتسلح بعدي طبعا أو اهتمينا أو حطنا في أولوياتنا طبعا طبعا يعني كل حاجة وإحنا على فكرة إحنا مش بننمي حتة الدين عند الأطفال أو عند أولادنا عشان الأخرة ولا عشان الجنة لا 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 عشان عشان الدنيا هو سعادة الدنيا في الدين صحيح هو العقيدة كان فيه فيه كتاب مهم قوي 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 العالم اسمه تشافلي اسمه الاحتراق النفسي دا كان بيتكلم فيه على الناس التي تحترق نفسيا مين هما يعني خلى أقسمهم الأنماط وجاب في أول نمط وأهم نمط الأمهات الأمهات اللي عايزين أولادهم أحسن حاجة في المذكرة وأحسن حاجة في الرياضة وأحسن حاجة في الأخلاق وفي السلوك الأمهات عموما هم أكثر فئة فيها احتراق نفسي وشبارك الاحتراق دا إزاي إنه الحاجة اللي بتحترق بتبقى من بره متمسكة جدا ولكن مع شوية هوا مع نفخة بسيطة يباني الاحتراق دا يباني إنه محروق فهو من جوه محروق ولكن أنت لو حرقتي ورقة هتبص لأي متمسكة لونها يغير ومتمسكة ولكن أي هوا تبص خلاص يحفلها إلى رماض صحيح يعني أي حاجة بتحترق هي كده فهو الاحتراق النفسي إننا قد أبدو متماسك ولكن من جواي أحترق نفسيا والاحتراق النفسي يختلف عن الإرهاق النفسي كلنا مرهقين ولكن مننا من يسعى إلى الكمال اللي عليه ضغوط في الشغل اللي عليه ضغوط في الحياة أكتر الموظفين اللي مش بيلقوا رد فعل مناسب أو تأدير مناسب هم دول عندهم احتراق دول ناس أكتر ناس عندهم احتراق صحيح وقال الكاتب ده قال إنه الأمهات اللي كلما تسعى إلى النجاح أولادها وظهورهم بالمظهر اللائق في كل اتجاهات كلما يزيد الاحتراق النفسي ودي بتبقى قدرة يعني قدرة ضعيفة عند الإنسان لمواجهة الضغوط دي واهم سبب ده الاحتراق النفسي هو إن أنا مش ببص على الخطوات اللي أنا بعملها لا أسعد بالخطوات وإنما أسعد بالنتيجة آآ فهمتك يعني 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 هو بيتعب 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 بس مش سعيد باللي بيعمله آآ مش بسعيد بيعمله هو موقف سعدته فقط على النتيجة النتيجة صحيح يجي الدين يقولك إيه ليس عليك إدراك النتائج صحيح خالص فاطمئن أنت إنسان عامل اللي عليك بتسعى وبتوظف قدراتك بشكل لائق بتدير حياتك ووقتك بشكل صح خلاص الباقي على الله ليس عليك إدراك النتائج خلاص هنا الدين يدخل يقول كده فقد كده بيدينا شيء من الرضا وشيء من الهدوء والأمن النفسي إنه خلاص أنا عملت اللي علي البيع على ربنا بقى خلاص يعني أنا عملت اللي علي ده اللي ربنا خلاص ولكن النتائج تيجي دايما بإذن الله بتيجي وقت ما تيجي دي حاجة الحاجة التانية المبدأ العقيدي والإيماني اللي بيقولك إيه اللي بيقولك إنه مش كل حاجة تتمنيها هي صح بالنسبالك أكيد صحيح أو كل حاجة تبقي عايزيها وشايفة إن فيها ساعتك هي اللي صح لا أنت مش شايفة ولكن رؤية ربنا دايما أعلى من رؤيتنا ترتيب ربنا دي حاجة تانية خالص صحيح صحيح فلما ييجي ده أنت بقى ما تبطريش تستني النتائج فتحترق نفسيا فإحنا بنحتاجين نعلم أولادنا الدين ونربطهم بهم أكتر أيا تكون ديانتنا بس علشان نقرب من الرضا واللي قرب من الرضا يسعد في حياته يهدأ يهدأ ويهنأ وينال قسط بدل هدوء النفسي ويبتعد كل البعد عند الاحتراق النفسي ده اللي أنا أشايفة أنه أحداث غزة وأحداث فلسطين غيرتوا فينا أو لازم تغيروا فينا لازم خلتنا نبص بمنظور تاني طب ناخد مكالمة علو السلام عليكم عليكم السلام أهلا حبيبتي أهلا حضرتك ممكن أكلم الدكتورة تفضلي حبيبتي الدكتورة معاك تفضلي سؤالك أيوة حضرتك زكا حضرتك يا دكتورة الحمد لله تفضلي الحمد لله معلش يا دكتورة أنا عندي بعض الأسئلة فضلي أنا ملاحظة أن بنتي ما هيش طبعية بنتي عمرها تمن سنين تمن سنين أه أيوة أحدها تبول ليلي أيوة تمام وبقالها فترة كده حوالي شهر بتخافت أن هي تقش الحمام وتتبول في أي مكان دا ودايما يا دكتورة عنادية دايما ما هيش ما تسمعش كلامي معناها زكية جدا دايما بتخاف من أي حد ما عندها استقب نفسها زميلها في المدرسة دايما بضربوها ضعفة الشخصية فسطهم طيب يا حبيبتي أنا عايزة أعرف هي فعلا فيها مشكلة نفسية ولا مشكلة فيها أنا ولا إيه بالضبط لأنني كنت بضربها كتير وهي صغيرة حابة تسألها عن حاجة يا دكتورة لا أنا بس كنت عايزة أسأل إذا كان التبول الليل اللي هي بتقول عليه أنا فهمت دلوقتي أنه هو تبول ليلي ولتلي أو مؤخرا بأنهاري كمان بتخافت تدخل حمام فتتبول في أي مكان لكن السؤال بقى الأهم هل هي ظبطت؟ يعني من يوم ما تولدت هي ظبطت مثلا إلى مثلا أربع سنين ها تعلمت يعني بعد كده رجعت تاني وبعدين موقف اختلف أم لا بتقول إنها كنت بتضربها زمان وهي صغيرة يعني هل ده برضو بيأثر؟ طيب شكرا لك حابت إسمعينا من التلفزيون طيب هو طبعا ده ده الطفل الضائف الشخصية يعني إحنا برضو إحنا كنا كلمنا عليه في حلقة عن الطفل الحساس أو كده بس برضو يعني إيه خلينا نقول إنه إحنا برضو محتاجين نفرد الوقت لإنه ناس كتير قوي طلبت مني أعمل إيه بقى يعني الحل إيه صحيح صحيح إدينا حلول كتير ولكن برضو الناس بتبقى عايزة مزيد من الحلول البنوتة دي لو كانت ما زبطتش يبقى المشكلة مشكلة عضوية يعني لو هي من يوم ما تولدت عندها مشكلة في التبول وما زبطتش خالص فإحنا عندنا مشكلة عضوية فلازم نراجع دكتور مسالك بولية يشوف الدنيا فيها إيه إيه المشكلة ممكن بدوى بسيط جدا أو بعملية بسيطة جدا الموقف يتحل كله ولكن أرجح الأرجح أو أغلب الظن إنه هي مش كده هي زبطت شوية لإنها معاها حاجات تانية لأنها كمان كبيرة عندها 8 سنين أكيد الشكوى مش معخرا أيوة بالزبط حتى هي لو كبيرة فإحنا أغلب بيظن إنها معاشها كوي أخرى إن مش بتعرف تاخد حقها إن البنت بتخطي الحمام لا آه يعني في حاجات حواليها حوالي المشكلة الرئيسية تظهر لي إنها يعني قولا واحدا هي ضعيفة الشخصية أول خطوة رجعي ممنوع الدرب تماما تماما ممنوع التخويف التهديد ممنوع خالص لأنه أنا هو هيسمع كلامي الوقت معين وبعدين هكثر حاجة فيه يعني حقيقي هكثر حاجة كبيرة تاني حاجة نراجع المتن أو المحتوى اللي بيشوفوا الأولاد على السوشيال ميديا لأن أنا عندي حالات كتير جدا في العيادة جدا الولد يبقى تمام 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 ويبدأ شخصته تتعدل وتتبلور ويبدأ يرجع ياخد حقه وابعدين هو شاف فيلم رعب أو بيقلب في التيك توك فاطلع له حاجة فجأة نبدأ ننتكستين رصد حقيقي إن فيه حاجة بتخوفه لأن هي خوف دخول الحمام هي شايفة حاجة هي شايفة حاجة أو سامعة عن جن عن فهمة في الاتجاه ده فهي نراجع هي بتشوف ايه على الانترنت ده ضروري قوي لأنه هو ما هو خطر الانترنت مش بس زي ما احنا فاهمين إن الحاجات المثلية أو الجنسية أو الحاجات دي هيدي اللي بتبقى رعبة لأمات فيه حاجات تانية أوحش بكتير صحيح فيه اختار تانية فيه قنوات تزود العنف عشان فيه قنوات تساعد على أغمر لما يتربطش بالواقع يبقى خيالي طول الوقت فيه قنوات بتبوز اللغة حتى لو هي قنوات مؤدبة جدا والمحتوى اللي فيها مؤدب محترم جدا ولكن هي فيه ليها أضرار تانية ففيه إحنا بس حاصرين الأذى في اتجاه واحد إلا لا فيه كذا حاجة ممكن تبقى مدرة بالزبط فالأذى النفسي من الحاجات اللي بتخوف دي من أكتر الحاجات اللي أنا بشوفها في العيادة عندي من كتر من الأطفال بتشوف حاجات مرعبة فده بتتتخيلها بس فتراجع المحتوى تبطل ضرب وتهديد تماما تماما وتتوافق مع المدرسة أو يعني يبقى فيه بينها وبين المدرسة لينك علشان بتحاول تدمجها وسط الأطفال تحاول تشجعها تاخد حقها تحاول فاهمة قصدي اللي قالت إنها زكية جدا كمان يعني بتقاليها في المدرسة كويسة آه طيب تعليميا آه مش يعني مش شرط آه خالص يعني وخلينا برضو يعني حلقة مهمة جدا نتكلم على المهارات الحياتية وهل الجانب الأكاديمي مهمة ولا لأ فيها أيها فخلينا برضو يعني المهارات الحياتية أنا شايفاها تجب كمان موضوع ضعف الشخصية وممكن نتكلم فيها بشكل أوسع قوي عن المهارات اللي محتاجها الطفل في الحياة آه لكن آه إذا ترد خطوات دول ما نفعوش فعلى طول تتوجه لأخصائي نفسي آه وفي أسرع وقت ممكن ليه لأن الموقف بدأ يبقى إيه البنت كبيرا بتعمل بيبي في أي مكان مهمة وده بقى حياخد في وراه قصص بقى تانية يعني هي دلوقتي ما تقدرش تطلع رحلة ما تقدرش تقتباتها عند حد عند خلتها عند جدتها لو حد من زميلتها أو من صحبتها شافها إيه الموقف يعني هيبقى لها تبعيات كتير جدا بعد كده فتمشي بالتالت خطوات دول الأول زي ما قلنا تبطل تضرب وتهدد تماما تراجع المحتوى اللي بتشوفه البنت على الإنترنت وتعمل لينك أو تواصل مع المدرسة وتحاول تحس الأخصائية على حل المشكلة دي في المدرسة إذا التالت خطوات دول ما جابوش نتيجة وبسرعة لا على طول نروح لمختص ضروري طب تماما يا دكتور طب إلا حقيقة نطلع فاصل ونرجع تاني نطلع فاصل ونرجع تاني مستني ياكم أهلا بيكم مرة تانية طب يا دكتور عايزين نكمل بقى مع حضرتك إحنا استفدنا إيه تاني من أحداث غزة؟ طيب في حاجة مهمة قوي بتحصل اللي يمدي حتى مع الأزمات الاقتصادية ومع منادات خبراء الاقتصاد بمقاطعة المنتجات المستوردة علشان نهتم بمنتج بلدنا ومع كل ده إحنا ما تحركناش كده يعني أنا بشوف دلوقتي مقاطعة المنتجات الغربية بشكل غير مسبوق أنا في حياتي ما شفتهوش رغم أن إحنا عدينا بفترة وكنا يعني معظم خبراء الاقتصاد قالوا أني الأزم الاقتصادية في العالم كله هتتحلي لما كل دولة تبطل تستورد وتهتم بمنتج بلد وكلنا يعني كخبراء في التربية ندينا بداوة لكن الناس ما تجاوبتش بهذا التجاوب بهذا الطريق بكل الأطياف وكل مستواته من أول الطفل اللي عنده أربع سنين ويجي يقولك ده تابعنا ولا لأ ده هما الأطفال اللي مسكين حملة المقاطعة دلوقتي خلي بال حضرتك هو الطفل باتي في السوبر ماركت يقولك لا ده لأ أنا شفتها كتير ده تابعنا ولا لأ ده معاهم ولا معانا إحنا إذن إحنا يعني إحنا أنا مبهورة لكن تعالي بقى على تابعيات ده أنا اكتشفنا إيه المنتج المصري بدأ يطلع بدأ يجود من نفسه جات ميزة لنا بدأت الأسعار تنزل يعني اللي كان بكذا بقى بكذا عشان تشجيعا للناس على ده فإحنا كانت تابعيات إن إحنا قطعنا المنتج الغربي فيه تابعيات إحنا اكتشفنا إنه لأ في حاجات كويسة اقتصد جدا صحيح أسعار أفضل طيب ما تعالوا نعمل بقى من النهاردة من قشتر ماما مقاطعة للفكر الغربي كمان صحيح يعني إيه ليه للمنتج الغربي إحنا لما قطعنا المنتج الغربي اكتشفنا إنه ده أحسن حاجة إحنا نقدر نعمالها طيب ما يمكن نكتشف كمان إن إحنا لما نرجع لمنتجنا القومي من الأفكار والتقاليد والعادات عقدتنا عصد ده حالك تقولي كده بالضبط بالضبط لما نرجع لمنتجنا الأصلي من أفكار وعادات وتقاليد يمكن ده يكون في صالحنا كمان وصالح أولادنا إحنا ضروري زي ما قطعنا المنتج نقطع الفكر صحيح الفكر من باب أولى الفكر من باب أولى لا هو كمان اللي يبهرك إيه اللي يبهرك إنه الغرب بدأ هم اللي بدأوا يعملوا كده بدأوا يتبنوا أفكارنا أفكارنا دي حقيقة بدأوا يعني تبهرهم نواحي العقيدة والتمستك الأسري وهم ما عندهمش بدأ فيه ناس كتير جدا بيأسلموا فعلا هم الدخول في الأديان هو مش الإسلام في حد زيته العودة إلى الناتشرال إلى الطبيعة إلى الطبيعة العودة إلى الطبيعي كيرفل مثلية بينزل كيرفل الحد بينزل لو لا يصح إلا الصحيح يا دكتورة برضو في الآخر بالضبط فإحنا من باب أولى نشجع أولادنا بما إنهم عندهم الصحوة دي ونستغل الموقف لصالحنا الطربوي وليه ما نقطعش للأفكار بتاعتنا الأسرة الأسرة أنا دلوقتي عارفة البيوت باقت مكان للإقامة وليس للحياة بيخشوا يغيروا وينزلوا رايحين تمرين رايحين للدرس رايحين للمدرسة رايحين لجاء لأ هو إحنا محتاجين يبقى فيه في يومنا زي الأمهات الشهداء اللي ما شفناهم في الفيديوهات يقولك كان بر بأبوه كان حافظ لكتاب ربنا كان سند للعيلة وهي بتقوله مش كتير عليك يا رب بعقيدة وإيمان راسخ قوي يعني يعني يقين يبهرك يقين غريب فإحنا ورده غريب الرده غريب الرده جاي منين زي ما اتفقنا الرده جاي من الدين الدين يقولك اعمل اللي عليك وترك النتائج إلى الله أيا يكون ديانتك كل ديانات تنادي بده فهو الرده جاي من هنا وأول مرة دخل قلبك خلاص انت هديتي وبعدتي عن الاحتراق النفسي وأول ما يحصل ده هتبصت لقي نفسك هادية ورسية وبتتعاملي مع الأمور كله في نصابه وبشدوق وتوصل للنتيجة هو صح هو ده اللي بيحصل لنا لما بنكبر يا دكتورة إن احنا بنقرب للدين قوي أو بنلتزم بالتعليم بنحس إنه مش مستهلة بنحس إنه مش مستهلة دي حقيقة بس ده بيجينا نتيجة إن احنا بنقرب لربنا قوي فبيجينا احساس بالرد اللي هو مش يعني اللي يحصل يحصل بالضبط آب احنا عملت العلية عملت العلية بعد ما كنا عملت العلية اللي يحصل بالضبط أهم حاجة نعرف إن احنا بنعمل عينا صح وإيه هو اللي علينا أصلا يعني احنا ترتيب أولوياتنا إيه اللي علينا أساسا هو ده هي دي الفكرة إيه اللي عليك يا بني آدم إيه اللي عليك يا أب إيه اللي عليك يا أم إنك تعلمه إنك توديه التمرين ولا انك تربطه بعقدته اكتر انك تربطه باخواته ولاد عمه والعيلة والمفهوم القبلي عندنا دي كلها عادته تقاليد عربية اصلية اصيلة محتاجين نتخلى عن الفكر الغربي ونقاطع الفكر الغربي ونتجه شوية للفكر الاسلامي والعربي ايان يكون ديانتو على امل زي ما قطعنا المنتجات الغربية ولقناها في فيصل احنا نقاطع العادات الغربية خاصة ان احنا لقنا ان الجيل زكي وممكن يتعامل معانا ويستثمر ده بقى وقتنا كمربيين وكمربيات ده وقتنا انت دلوقتي قطع الهلوين مثلا دي العادات الغريبة جدا الهلوين طيب نرجع نرجع العادات بتاعتنا او مناسكنا او التقاليد بتاعتنا او عارفة حاجات اللي تخص دين دا لتبعنا احنا احنا ده وقت لما العائلة بتتجمع تلاقي اولاد كتير جدا ما هيحبوش يروحوا دي هاية كلهم بيقولك انا اكبر مني كتير وبعض زهقان انا اصغر مني قوي وبعض مش فاهم حاجة الا اللي تعود بالزبط ما بيروحش الا اللي تعود بالزبط عشان كده فعلا لازم نعود ولادنا ما هو مصدري بالزبط فاحنا تجمعات العائلة تجمعات الاسرة ان البيت يبقى نشاط من انشطتنا انحنا قاعدين مع بعض يعني احنا قاعدين سوا ايه قاعدين نتبادل اطراف الحديث بنتكلم بنتحور بنتفاهم بنتخانق يعني يعني يكون بس احنا قاعدين مع بعض ده ضروري يكون نشاط لان يوم الامهات بسرعة 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 كله بسرعة ما بتلحقش ده استمتع حتى هي بيهم ولا هم يستمتعهم لا مش ما فيش ما فيش وقت صحيح ما فيش وقت لده في احنا محتاجين يبقى بيتنا نشاط من ضمن جدولنا يعني مهمة من مهمتنا من ضمن أولوياتنا عاديتك في البيت انت بتعمل يعني هو لازم نفهم ده ده في حد ذاته نشاط اه بالضبط هو ده في حد ذاته انت كده عميل انت بتعمل انت قاعد في البيت اقولك او ده عمل ايه لا هو ده مش صح طب ناخد مكالمة علو اهلا سهلا اهلا استاذة اينيس اهلا دكتورة شيماء اهلا بيك حبيبتي اهلا ميرال اهلا وسهلا اهلا اهلا بشكركم الاول على البرنامج المفيد فعلا بتفيدونا بمعلوماتك العالية ربنا يخليك يا حبيبتي ربنا يخليك وكان عندي سؤال كنت عايزة اسأل على الاطفال اللي هي دخول السن المناسب للحضانة اه هل ده بيأثر عليهم ومدى تأثيرهم في الشهور الاولانية او السنة الاولانية ايه سن المناسب تمام يا حبيبتي خلاص اوكي حاضر فيلك سؤال تاني اهلا بس كده اهلا بحيب اسمعينا من التليفزيون بقى شكرا لك يا حبيبتي السن المناسب لدخل الحضانة السؤال ده جميل اوه صحيح طيب احنا دلوقتي فيه فيه انواع من الامهات فيه ام بتشتغل صحيح في البيت هي ضرورة واساس من قسيات الحياة وتربية الاطفال والله انا حقيقة بتشجع الحضانة حتى لو الامة مش بتشتغل طبعا فعلا والله دي حتى لو الامة قاعدة في البيت اه لا انفصلي عنه عشان انتي تلاقي مساحة روائي راسك وتعملي اللي انتي اهتماماتك ما انتي بني آدم صحيح انتي بني آدم الامة بني آدم واخدي بالك لو ركبتي طيارة لو ركبتي طيارة بيقولولك في البداية الاقلاع حاجات او القواعد اللي تعمليها الامن والسلام والحاجات دي من ضمن الحاجات دي لما الهوى يقل لازم الاكسجين ينزل بتنزل الاكسجين درب لك بايه درب لك جاب لك ام وبنتها اه وتبدأ بنفسك عشان يعمل زيك وبعدين لأ وبعدين عشان تعرفت سعدي اولادك ايوة ايوة يعني هما جاب لكيش الام دلوقتي بتنزلها الاكسجين احنا مش عاربين نتنفس فتظبطها لابنها الاول وبعدين هي لأ عصدك لو الامة مظبوطها هتعرف تظبط ابنها اه عصدك كده اه ايوة تشبيه حلو جيد المامة لو عارفة تتنفس صح وعايش حياتها صح الولاد هما صح طب ضد افكارنا يعني زي ما كنا نقول لا بدام الامة مش بتشتغل يبقى خليها قعدة بولادها احسن طب وانا طيب انا دلوقتي محتاجة انا معاك جدا محتاجة روح جيم لما بفكر فيها دلوقتي انا معاك جدا انا محتاجة روح جيم محتاجة اقعد مع جارتي افطفط محتاجة اعمل اقطفي النور واقعد اتفرج على التلفزيون في هدوء محتاجة اعمل كوباية نيس كافي واقعد بس يعني انا محتاجة انا محتاجة اعمل هويتي اذا كنت برسم ولا بقرة ولا بعمل اشتغل تريكو بعمل اي هويتي هو البيبي ده كمان لما ينزل الحضانة مش احسله طبعا انه بيختلط بناس طبعا وبيتعلم يتعامل طبعا دي حاجة تانية برضو ده مش حاجة هي دي حاجة اساسية صحيح بس انا حبيت اقول انتي كام ده حقك اما بدقين تفصيلي عنه شوي الولد او الطفل لما بيطلع عارفة عارفة بنلاقيها في صعوبة ايه عارفة لما بيكون الولاد ورا بعض قوي بيطلعوا ما فيش غيرة لكن لما بيطلعوا فرق كبير خلاص بيبقى فيه الغيرة بتبان اكتر هاي فهو الطفل لما بيروح الحضانة سغنا قوي بيطلع على انه الطبيعي انه ينفصل عن مامته وانه يروح عنها شوية ويرجع شوية بعلمه بدري بدري ويتعامل فبتيبقى طبيعي في الحياة انما لما بنتأخر في الحضانة بيتبقى صعب قوي بيتبقى صعب عليه يعني الاحسن سني كام افضل سني افضل افضل بعد السنة الاولى يعني السنة الاولى مهمة قوي انه الطفل يبقى مع مامته ولكن اذا شغلها يتحتم عليها انها تنزل وهي هتفاضل بين انها تنزله حضانة وهو عنده ثلاث شهور او ست شهور ولا تسيب شغلها لا ودي حضانة ما تقلقيش عليه هو تمام وزبطي يومك وزبطي حياتك معاه واحنا كلنا نزبط فعشان ما نقولش سنة فالامهات اللي بتضطر تودي الحضانة في سنة اصغر من كانت تدايق او تتعب او تحسنها مقصرة بالزبط لا 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 انت مش مقصرة ولا حاجة وشغلك ده في صلحه يعني انت شغلك في صلحه انت بتشوفي ناس تانية بتثبتي نفسك مش بتحس ان انت مضغوط عليكي في البيت فده بينعكس بشكل مباشر في صح النفسية للبيت كله وهو وقت بيطلع كمان الطفل اللي المامته بتشتغل معتمدة على نفسه يعني انا بلاحظها كده طبعا غير لما بتكون المامته قاعدة في البيت مبتكل عليها او معتمد عليها بالعرب طبعا و لما بينفصل مش احنا تكلمنا قبل كده ايوه ان احنا دورنا في حياة اولادنا تأهلهم للانفصال والترك انبروزها بالزبط ان تأهلهم للانفصال عننا فالانفصال ده كلما يكون في وقت بدري في حياة الطفل كلما يطلع انه اوتوماتيك هو دي الحياة فما تعبش معا بعدين وفي نفس الوقت بيقابل بقى مهارات الحياة اللي بقولك احنا لازم نتكلم فيها دي مهارات كتير قوي بنلاقيها طبعا في الحضانة نعمل لها بقى برضو حلقة مخصوص ونحن نتكلم إن شاء الله طب نرجع تاني الاحداث غزة تاني طب حقيقة ده بالنسبة لتحياة كتكلمتي ان احنا لازم نرتب اولوياتنا بالنسبة للكبار شوية السن الصغير بقى لما بيشوف المناظر طبعا اللي بتوجه على القلب دي وبالذات لو طفل حساس هقول له ايه اتعامل معه ازاي الصح ان انا وري له الكلام ده هو كده كده هيشوف يعني حتى لو انا حاولت ان انا انت قلت سؤال وجاوبتي هو مع الاسف كده كده هيشوف طب اتصرف ازاي مني ايه ايه يعني مهما حاولتي تخبي عنه او كده كده هيشوف الحقيقة انه يعني سؤال حضرتك يعني مهم قوي ليه لانه انا بصي في وقت الازمات بتظهر المشاكل النفسية يعني انا منساش وقت كورونا وقت كورونا طلع في حياتنا جدا انتكاسات رهيبة في مجال العلم النفس وخصوصا مع الاطفال ومراهقين في الطفل اللي عنده وصوص من نظافة الطفل اللي عنده فوبيا الموت انه خايف على مامته تموت الكورونا بتموت فهمها قصدي المراهقين اللي كانوا اللي عندهم الرهاب اجتماعي فانتعشوا جدا في البيوت ما لانه خلاص احنا قاعدين في حظر ايه فزدنا جدا الرهاب الاجتماعي زاد جدا عند اولاد والوسوس القهري زاد عند اولاد فوبيا الموت زاد عند اولاد فالازمات بتظهر المشاكل النفسية اللي توجدها اه يعني اصدح هيك المشكلة بتبقى موجودة بس اللي ما بتيجي قزمة بتظهر بتظهر بتطلعها لي بتطلعها لي على السطح ايه فاحنا ليه بنشكر الازمات بتظهر لنا مشاكل بتظهر مشاكل قد نحيا من غير ما نعرف انا حاجة ونستنى موقف والولد عنده ستاشر وسبعتاشر نكتشف انه حساس فاحنا دايما بنمتن للازمات ودايما بنقول ايه ويخلق من قلب المحنة منحة صحيح يعني وده مبدأ علم النفس رهيب قوي اسمه استثمار الاخطاء او استثمار الازمات ازاي انت بتستثمار الازمة لصالحك ازا كانت ازمة اقتصادية بتتعلمي ازاي توفاري ازا كانت ازمة صحية بتعلمي ازاي تزوز المناعة احنا في ازمة احنا في ازمة والازمة ازهرت جلل بشكل جلل طب في الحالة دي هعمل ايه مع الطفل الحساس هو طبيعي بيتأثر طبعا ونصيحة لكل ام هتحاول هتحاول تبعد ابنها او تتجنب ان يشوف الحاجات دي طبعا احنا كلنا بنتجنبها يعني انا شخصيا وانا كمان في مواقف معينة بس كب دي حقيقة لانه هو ازى نفسي رهيب ولكن الطفل الحساس يعني مثلا انا مش عايزاك تتوحي المدرسة تأكدي على الناس انه لا البنت بيحصل لها كذا 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 سي بي يواجه المواقف سي بي ما يبقاش عنده نقطة ضعف اللي حوالي يتنمره عليه من خلالها فاكرا لما اتكلمنا في التنمر وانا فيه طفل اضعف طفل بيستدعف بالضبط فالطفل الحساس دي اذا كان دي نقطة ضعفه فهيتنمره وما هيستغله هذه النقطة للتنمر عليه وحيتكلمه جنبه او هيتكلمه جنبها على الاحداث وحيوصفه اذا هي ما بتشوفش الطفل او الطفل ما بيشوفش حيوصفه فهيبدأ يتنمره عليه فاحنا بنقهل الطفل بنقهله ان فيه ازمة عندنا في الحياة وانه التعامل معها ضروري بقى تعامل يعني بالراحة ونقوم ونوجد له حلول بقى يعني طب احنا عايزين نسعادهم نعمل ايه طب احنا عايزين ومهمة قوي الطفل الحساس خليه يعبر واحسن يتكلم معاي يعبر بان انا اتكلم معاي الطفل الحساس اغلب الظن هتلاقيه مهارته التعبير ضعيفة فالتعبير بالرسم طفل الحساس في الازمات ورقة وقلام يفرغ فيها يفرغ ويتكلم هنا بيبقى الكلاء الرسم مش مش شكل لغة طريقة للتعبير طريقة للتعبير فالطفل الحساس في ظل هزيم الازمات ما نفعناش في الكورونا في فترة الكورونا وفترة الحذر الا الوان وورقة والله يدي معلومة مع الاطفال ها مع الاطفال فالطفل الحساس اهتم بتعبيره اكتر طريقة فعالة للتنفيذ عن الطفل الحساس الرسم والورق والاقلام بعيدا عن ان اليد مظبوطة لا اعدل الرموش لا اعدل الشق لا 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 ده مجرد انه اه سيبي يعبر بكل طريقة ممكنة ونقشيه ووجدي حلول طب الطفل ده اه اللي اللي توفت امه اه نقدر نساعده ازاي طب نعمل ايه طب ممكن مثلا هاتهدومك القديمة نبعتها طب مثلا ممكن نوفر من مصرفنا شوية حسيته هتقل وحيبدأ اشعر ان فيه امل يعني ان المشاكل دي اللي مدايقات فيها امل احنا نقدر نعمل فيها حاجة فنفسيا حيهدى لا قصة دي محتاجة ايه ناخدها تاني بالراحة نساعدهم ازاي تمام نطلع فاصل طيب ونرجع تاني كامل مدعا ممكن نطلع فاصل ونرجع تاني اهلا بيكم مرة تانية طب يا دكتورة بالنسبة حيك قلت نعلمهم ازاي نساعد اخواتنا في غزة ازاي الطريقة دي هتكون نعلمهم ازاي احنا محتاجين اول حاجة زي ما اتفقنا كده نقاطع نقاطع المنتجات والفكر ونحاول باقي نوجد لهم نوجد لغزة دول لاطفال غزة دول اخوان حقيقيين يعني احنا مش زيهم عمرنا محنبقى زيهم اكيد عمرنا حاجاتنا غيرهم واختلافات رهيبة وجوهرية جدا يعني هم جايبينها من من اول اوي احنا غيرهم خالص لكن احنا هنحاول نحنبقى يعني ربعهم احنا عايزين نبقى في اشتر ماما نوعد بعض انه احنا نحط اولوياتنا الرضا والعقيدة والهدوء النفسي علشان انا شفت كميات هدوء غير طبيعية تدرس حقيقي تدرس فاحنا محتاجين ده محتاجين نعمل جيل واعي يقاطع الافكار الغربية ودي بقى مهمتنا دلوقتي والمساعدات ونجمع الاولاد احنا انا بشوف مراهقين يعني بيترقصوا حملات للمعونات لاخوانهم في غزة فنشجعهم على ده ما نقولوش لأ زاكر احسن انتبه لي مش عارفة ايه لأ نشجعوا على ده جدا ونعرف ان ده الفكر التربوي الصح دلوقتي ونرتب اولوياتنا احنا ننمي الخير جواه برض بالزبط نمي الخير جواه طب ناخد مكالمة بالزبط علو علو عيوة اسمي اهلا حبيبتي سرمو عليك عليكم السمحت الله وبركاته اهلا بيك يا حبيبتي اهلا بحضرتك لو سمحت انا بيك كنت عايزة اسأل سؤال اتفضلي سؤال اتفضلي انا بالنسبة انا عندي طفلين الولد ست سنين والبنت اربع سنونه تمام الولد اه شخصياته بعيفة جدا يعني اه خواف بخواف جدا اما البنت انادية جدا ودايما بطل اخوه ودايما اه بتبص اللي حواليها عايزة تابن كل حية زي اللي حواليها عشان هي كبيرة بس لا الصغيرة هي كبيرة ولا الصغيرة هي كبيرة هي اربع سنونه اه هي صغيرة اه هي صغيرة تمام اه يعني انت تقصودي انها مش راضية دايما باللي في ايدها وبتبص اللي في ايد التانين ايوان اه تمام يعني حتى بتبصلي انا في كل حاجة انا بعملها عايزة تابن زي اه اه تمام انا عايزة زيك انا عايزة لو بيبت عي حياة لنفسي انا عايزة زيك انت جبت لنفسك لك اخويا جيد اي تمام يا عايبتي طيب اسمعينا شخصيتها عامبة جدا جدا اما الولد شخصيته ضعيفة يعني نخوص بسرعة طيب طيب هو باباهم هي حبيبة باباها البنت نعم هي حبيبة باباها شكلها اه طيب طيب اسمعينا عايزة حقيقة ان باباها اللي مدلعها والله مشكلة عرفتي كده ازاي ايوان خبرة خبرة برافو عليك بصي البنات بزات البنات اللي بتبص المامتها ابن الدية بيبقى السبب الاب والله اه اللي هي ضرتها مش بنتها انت كده انا كده هتلاقيه بقى مامتها لما تيجي توقيت جنب باباها او تكلمه او كده هي بقى التانية غير والله الطفلة غير وتيجي بقى جنبها وعايز تلفت نظر وعايز تتكلم معاه وكده وده من تقولك انا عايز تجاوز بواحد زي بابا انا عايزة يعني دايما هي معجبة بباباها هو كمان مديها جوها ومديها بريستيجا ووضعها ومديها وضعها ودايما كده يعني بيقولك دايما كده في مجتمعاتنا العربية الولد بيبقى قارب لمامته والبنت قارب لباباها حديم للبابا طب وتصرفاتها مع اخوها فهو هقولك هو الاب ببقى عايز في الواضح كده انا مش عارفاهم طبعا هم لو عندي في العيادة هقعد بقى اسمع اسمع واسأل اسأل عشان احلل بدقة ولكن يعني ايه من الكونكلوشن خبرتي يعني ايه انه الاب اللي من النوع ده بيجي على الولد يقصو عليه يعني انت الراجل بقى ايوه ايوه دي البنت تتدلع لدرجة تدلع البنت بس واقصو على الولد عشان هو الراجل ايه لدرجة برضو قضعف شخصيته فانا شايفاها كده انا اريا الموقف من الاب اه المشكلة في الاب احنا عملنا اخناة كده درجة لا اه هو بس هي محتاجة تتكلم مع بابها شوية ايوه انه اه انه هي هم علاقة هم علاقة احنا محتاجين الكلمة والكلمة العليا بعدين ايه يعني اذا كان هو سبب في ده دلوقتي واحنا بصين للموقف اذا فاني يعني حاجة فاني ايه اني بص البنت عايزة ايه من مامتها بص البنت غيرونا من مامتها ازاي فده احنا بغدينه بصين له فاني شوية بعد كده لكن بعدين واحنا 14 و 15 النظرة بين الدية دي مش مش حاجة كويس لا 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 لازم تتلحق بدري بدري الزبط كده فانا اغلب اظن كده الفكرة عند باباهم فباباهم اذا زبط الموقف هيثبت على طول ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله طب يا دكتورة بالنسبة الموضوع السلوك اولادنا في الوقت ده محتاجين نعدله هو هقول لحضراتك هو هو تعديل السلوك احنا ليه احنا مبدئين كده يعني ايه تعديل السلوك تعديل السلوك يعني حاجة مش صح انا بعدلها الحاجة اللي مش صحة دي انا ممكن اكون يعني انت سمعت كم مرة عن انسان عنده صداع صداع رهيب صداع يخليه هو سيء مش عارفي سوق صداع يخليه متنرف بسطول الوقت ومسكنات مسكنات مسكنات واول ما يكشف يلاقي مثلا الجيوب الانفية فيها التهاب فبدوى بسيط جدا تتحل المشكلة ويفضل يلوم نفسه انا ليه سايب نفسي مسدع ليه شهر واثنين وعمل اخد في مسكنات وعمل يعني واخد رأي ده واخد رأي ده واخد رأي ده بالضبط تعديل السلوك نفس القصة تعديل السلوك انت ممكن تكون متخيل ان الولد بيجذب عشان كذاب او هو مثلا بيتلمس اعضاءه الحساسة عشان هو متحرش او هو مثلا مش بيذاكر عشان مش منتبه لمستقبله ويكون المشكلة اصلا بسيطة جدا وحاجة تجيش على بالك ومتجيش على بالك وفي نفس الوقت حلها زي ما بتقولي كده سهل جدا ولكن انت محتاج زي ما دكتور انفو اوزن متخصص قالك ان في مشكلة في جيوبك الانفية انت محتاج متخصص في تعديل السلوك يقولك ان المشكلة في واحد اتنين ثلاثة ممكن انت تكون يعني انا عندي حالة في المركز البنت بس مشكلتها الوحيدة انها بتتعاطف مع صحبتها زيادة فهم كل ما بيعملوا حاجة غلط هي بتقلدوا بتقلدهم تعاطفا تعاطفا مش هي وحشة لا مش وحشة ايو بتقلدهم تعاطفا ايو في في مثلا مثلا في حالة المشكلة البنت انه مثلا باباها بيحب بيفضل اخوه عنه هي حاسة كده هي شايفة كده فممكن ناتج عندها هي بتعنت مع باباها لا تتبع اي رولزي في البيت دايما ترد وحش فهي متشخصة ايه اترباط في السلوك او جانيحة السلوك في حين ان انت لو زبطت معاملتك لها بحاجة بفيدة هي هي تعدل خلاص اه عصد حقيق التشخيص برضو مهم واحنا قلنا قبل كده اتكلمت ان التشخيص بص العلاج بالزبط فاح انت محتاج تعديل السلوك لأسباب كتير انت محتاج تشخص صح عشان زي ما تكلمنا قبل كده التشخيصات متطيرة محتاج تعديل السلوك علشان هو لو مش مهم ما كانش بقى فيه تخصص اسمه تعديل السلوك لو انت تقدر تعمل زي ده لنفسك ما كانش بقى فيه دكتور بط ده صحيح صحيح اللشان يقولك من اين تؤكل الكاتف او الخطوات المشكلة فين الأسرع آآ الأسرع والأسهل والأبسط والأكثر فعالية لعلاج المشكلة وعلشان انت لما النهاردة بصي انا مش هقولك الاولاد اللي بتعدل سلوكهم قدي ايه بيبقوا يرائعين ومش هقولك قدي ايه بيبقوا متميزين لا هقولك الاولاد اللي مش بيتعدل سلوكهم بيبقوا ازاي النتيجة نتيجة عدم التعديل مش نتيجة التعديل يعني نتيجة عدم التعديل كوارث الطفل اللي كان عنده فرط حركة هيكبر هيبقى مراهق عصبي لو ما تعالجش أو لو تعالج بالزعي أو لو تعالج غلط أو تشخص غلط بالزبط حيكبر مراهق عصبي عنده مشاكل جنسية نيرفز ومش قادر يمسك عصابه مندفع يعني اللي يجي في دماغه ويعمله قبل يعني تصرفه سابق تفكيره آه دي فرط الحركة الطفل اللي بيخاف زي ما بنشوف كده الطفل اللي بيخاف أو بيكش أو حساس هيكبر شكله ايه هيكبر ان المشكلة بتتفاقم مع الكبر طبعا أسدتنا في السلوك بيقلك ايه برضو مقولة كده حنبروزها برضو اللي انتحر اللي انتحر ما اكتقبش مبارح دايما أسدتنا مشكلة كبرت معاه اللي انتحر ما اكتقبش مبارح خالص طبعا احنا عايزين نباروز دي فعلا علشان الأمهات تهتم لأنه تعديل السلوك انت خد يبالك هو بيكذب بعدين هيبقى ايه هو بيتحرك كتير هو مش منتبه مش بركز بعدين هيبقى ايه هو مش اجتماعي اصلا بيتكسف شوية لما يكبر هم أولاد وشباب ومرهقين يعانوا من مشاكل سلوكية ونفسية متفقمة جدا ودايما افتكر اللي انتحر ما اكتقبش مبارح اكتقب من زي وهو صغير متدايق من وهو طفل متدايق نظرته سلبية للأمور ومتساب وانا سعبية اه ناكة دي اصله ناكة دي اصله يا ساتر دا انت ناكة دي لا ده انسان نظرته سلبية للأمور انسان لما يكبر هيكون هتتفاقم معادي هتكبر معاه فهتبص تلاقي نفسك كأم او كأب قدام بومنج مشكلة كبيرة انت مش قادر تنفجر في وشي مش قادر تحليها مش قادر تحليها لانه زي ما اتفقنا تعديل السلوك في مرحلة الطفولة اسهل من المراهقة ومن المراهقة اسهل من الشباب ومن الشباب اسهل من النطب اسهل اسهل فعشان كده يعني تعديل السلوك لازم نفهم انه مش رفاهية مش رفاهية وليزم تبتدي بدل ابدا مش رفاهية ومش للطبقة المثقفة لا بالعكس لا خالص واذا ما نقدرش على تكاليف هو هو سواء طبقة مثقفة طبقة غنية بالزبط هو الانسان بالعكس ده لما كل ما زاد مستوى الاقتصادي بقى اقل او الاجتماع بقى اقل كل ما زادت المشاكل والشتيمة حواليه والضرب حواليه والسلوك السيئ حواليه فلا نبادر تعديل السلوك لزاما على كل ام واب وداعي تربوي مهم جدا مش اوبشن الحقيقة طب احنا بننوها على الصفحة صفحة الدكتورة لو حد عايز يسأل اي سؤال او اي استفسار هي موجودة معاكم على الشاشة صفحة الدكتورة شايماء هلال احنا برضو جالدنا شوية اسئلة مش عادة اذا كنا هنلحق الوقت هيلحق ولا لأ جات لي عالصفحة واحد بقول ابني عنده اتناشر سنة بس هو ما بيبصش في عيني وما بيركس لما بكلمه وبعدين جيت اوديه رياضة عشان اقوي شخصيته شوية لقيته هو حبيب الكورة الكابتن حتى قال لي انه هو بطيء جدا لعب الكورة طيب طيب السؤال النص الاولاني حيارني لكن انت حك لما قلت النص التاني لأنا كده وضحت لي قوي بمعني الكابتن اشتكى من اداؤه او انه هو مش مركز يبقى هو مش بيبص لعيني الاي كونتاكت ضعيف ما احنا عندنا احنا بنتواصل او الانتباه بيبدأ بالاي كونتاكت انا عمري ما هنتبه لحضرتك الا لو انا بصالك بصالك صحيح فبداية الانتباه الاي كونتاكت او التواصل البصري هنا الولد عنده مشكلة فيه فهو ده مش مرض او مش اضطراب هو دلالة عن على ان الانتباه ضعيف وما دام الانتباه ضعيف فكل المهارات ضعيفة ده بيحتاج ايه بقى بالزبط كل المهارات ضعيفة يعني خلينا نتكلم عن الانتباه ده لما نجي نتكلم عن المهارات الحياتية لان الانتباه من اهم المهارات الحياتية الانتباه مش مذكرة بس الانتباه قولا واحدا مفتح جميع المهارات فينمي انتباهه ده حل الولد ده انتباهه عن طريق ايه بقى انه يروح لدكتور اه طبعا يروح لدكتور تعديل سلوك علشان يقول يدي له خطة لتنمية الانتباه هو ممكن اب بيفسرها انه مش بيبصر مش محترمه مش محترمه لا 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 هو مش منتبه الاي كونتاكت فيه مشكلة فهيزهر قوي 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 في انتباهه فيه مشكلة فهيأثر على بقية مهاراته كلها احنا كان معنا اسئلة كتير جدا بس واضح ان وقت الحلقة خلص ان شاء الله الحلقة الجاية نعرضه مع الحضرات بإذن الله نورتين وشرفتين وقفتين جامد جدا الله يفاعدك شكرا لك ونشوفكم ان شاء الله يوم لتنين الساعة 11 والاعادة الساعة واحدة كنت معكم ايناس كامل